بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه متبعه ذا معشراء للإخوة الكرام الحاضرين والمتابعين عن بعد جميعا مرة أخرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعني بكل صدق رب كل مرة نقول لكم يعني من اللي كان يكون جاي كان يكون الأحوال ديالي من خلص هذا المراحل فالدجاء كان يكون أصلا على كل حال المسؤولية هي صعبة بكل صراحة في جميع الظروف ولكن في هذه الظروف هذه يكاد الإنسان يصاب بالإنهيار بكل صراحة يعني حين يرى ما يقع وحين كما قلت لكم ولست يبدو لأنني لم أعد وحدي في هذا الأمر حتى متابعة الأخبار ما بقتش عندي القوة النفسية باش نتابعها مباشرة كان أتحايل على وسائل تواصل باش نعرف بالضبط شنو واقع تقريبا تقريبا وشي مرة مرة كان نشعل التلفزيون بحيث حتى السيدة كتستغلوا كتبولي ما وقدش كتشعل التلفزيون فالأمر بطبيعة الحل صعيب ولكن شي مرات شي مرات كت يعني كتوقع شي حاجاء اليوم بعد ما صليت ما يسر الله ثم صليت الفجر ودخلت باش نعرف شنو كان والله ما عارضوش قبل الفجر لم بالفجر مهمة يعني لقيت واحد الخبر واحد الخبر ربما تعرفوه ربما أنتم كتابعوا الوسائل ديال التواصل الاجتماعي كتر مني لقيت واحد الخبر مش خبر مقطع فيديو فيه شي ممكن شي دقيقة لما كاملها شي حاجة بحلقة أو جوج شي حاجة بسيطة فيه الاستيلاء ديال الناس ديال حماس على شي قاعدة ديال الجيش الاسرائيلي حديثة بطبع الحال بمعنى اخر جاوا ويسوسوان استالي وداروا داروا المطرييات اللي خاصةهم وذلك شي ما عرفوش تيت شي ولمش تيت شي شاستدريس اما عرفوش كيت تسمي ذلك شي المهم اللي فهمت هو انهم جروا على الجنود الاسرائيليين ولقتلوهم ولله ولقتلوهم اللي هو مجروا على شي يحدين وبدو كياخدو داك الشي اللي كينتم يمكن لقال السعيد العتاد والاغذية والاخرية ولكن انا كنقول لكم هات الخبر اعتبرت هذا الانتصار يعني كبير جدا ومؤلن بانه يعني الاسرائيليون سوف يعانون الامرين بدون شك ولكن اللي كنقول لكم هات الشي يعلي ان الشي واحد من هذوك الاولاد دي الحماس يقول له جيب جيب يعني ما تخليت حاجات ما تشي بها وليش حاجة وكيضحك فهم اللي يضحكو هما قلت انا هنضحك مدام هما يضحكو اللي كيعاني هات شي كله وضحكت فعلا ضحكت يعني الله لا اذكر واشق بالله جر لما جر المهم وورا قلت هات شي سعيد بقلبه تولق هاي اللي بغت تشوف هذك اللقطة انا مثلا مت يبليش باللي هذا مؤشر دي النصر ولكن الراجح ان هذا مؤشر دي الصمود رهيب انا بغين نقول اخوان انا مش بغين دير حال حسن نصر الله عند نعود لكم دك شي اللي كتشوف في الجزيرة ولا شي حاجة انا بغين نقول لكم هذه القضية دي الفلسطين يعني يعني تخص فيها واحد المجهود لانه اولا قبل كل شيء لنتكلم اولا عن الغرب الغرب لا يتكلم احد من المنصفين من المنصفين الذين ينتقدون على اسرائيل ما تفعله اليوم حتى يكون قد بدأ بوصمي ووصفي حماس بانها منضمة الارهابية وان ما قامت به في 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 التاسع من اكتوبر يعني جريمة ضد الانسانية وجنوسيد شنو الجنوسيد يعني ابادة الاخره الاخره هذه بحال بسم الله الرحمن رحيم عنه تقول ها تقدر تكلم وكان فيهم بزاف ديال الناس غادي دك شو تيكبر طب من جريش ديال الموند هادو غير اللي بقيت عقل اليوم مما كين اكتر من هادا بكتير سيدات وسادة محترمين تقول يودي هادش عند الفرنسويين نقال زا ما كان نعقلش اليوم ما كان نعقلش الاسميات همول الامريكيين اه كين هاد كين هاد كين لبقنا نقول هاد هاد لسي وطبع الحل الشعوب تتحرك تقول اودي صحيح ما فعله يعني ما فعلته حماس كدا وكدا ولكن انا ولكن انا كن نقول لكم هاد شي انتم ما عارفين لان هذا الكلام بدأ يتصرب للمسلمين اليوم جاء معي وحد السيد قريب ديالي في السيارة قال يا حماس يلي يلي مشت جبدته مش ما كان شعر فرص قدر على يعني العالم يكاد ينسى او يريد ان ينسى ان حماس في النهاية في النهاية في النهاية لم ترد على خمسين وسبعين سنة من الاحتلال التي بدأت بعصابات الهاجانا الصهيونية التي جاءت واخرجت الناس من قراءهم ومن مدنهم وقتلت وفعلت الافعيل التي لا تخطر على بال وهجرت الناس الى لبنان والى سوريا والى مصر والى الاردن والى ارض الله الاخرى ومعاناه الشعب الفلسطيني خلال هذه المدة الطويلة المتطاولة وكونهم حاولوا كل شيء حاولوا كل شيء حتى حاولوا حتى تفاهم مع اسرائيل والاشتغال عندها انا بغي كان تذكر الاخوان النهار لي نهار لي ياسر عرفات رحمه الله على كل حال قبل يعني الاتفاق يدي الاصل وقع في واشنطن ومشا غير دخل لرام الله ما رأس كلي كان معايا واش كان معايا شي فلسطيني ولا ش هدو سولت قلت قل لي هدا عرفات بعد مدخل واش دابا اللي بغي خرج ولا بغي يدخل تخص الاذن دي الاسرائيل واش يمكن الاسرائيل تصف جوج دي المخازنية هكذا قلت له جوج دي المخازنية يش دو يجيب وقال ايا قلت له هذا حمق هذا لا يمكن أن رئيس يعني شعب يكون هنا إشارة شرطيين أو جنديين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة أو عشر أو اثنى عشر يعني بالتقدير ديالي كإنسان بسيط يعني كيشوف الأمور بعيون مجردة ظهر لي أن هذا غير معقول وغير ممكن أنا قناعتي أنا من الناس اللي ينصروا ياسر عرفات رغم ما وقع فيه أنا كان نظن ياسر عرفات كان عنده فكرة أنه النضال من الخارج انتهى يدخل الدخل بش ينضل ويجب تعرف ياسر عرفات كان كيدوز سلاح الحمس الشخص كنتعرف في السيارة ديالوب من كان كيكون راجع في واحد الوقت ما كانوش كيرقبه فكان كيدوز السلاح ويعطيه الحمس ما كانش كيعطيه الديور ما كانش كيعطيه الحمس شو ياد السلاح ماشي طبع مثل الحال حتى القد يدل السلاح ديال الحمس هي جاءت على على مراحل عراح حماس ماشي انتقمات لخمسة وسبعين سنة وماشي عملات هذا الشيء اللي عملات باش 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 تحرر القدس ولا تحرر المسجد الاقصى الذي وقعه هو ان حماس مثلنا جميعا في هذه الشهور الاخيرة منذ جاءت هذه الحكومة الجديدة اللي كيت سهلنا مرة اخرى هات الشخص عمره ما كان عندي شيء تقدير ليله بغد نظر عليك كل شيء الصهاينة كان عندي منهم موقف ولكن كان فرق كبير ما بين رابين و بيريز و نتانيو كان فرق هذا بالخصوص هذا انا كيبلي انسان يعني غبي وهذا ومعتز بالقوة فقط ودونك مستحيل يكون معاه شيء حاجة ديال الخير بتقدير ديالي والله اعلم خلافا لبعض الاخوان كان ضمن معاربين كان من الممكن توجه ولكن يبدو ان الشعب الاسرائيلي بمعنى الذي يعيش في اسرائيل ويشعر بالانتماء الى هذه الدولة هو في الحقيقة الشعبون يؤمنوا بانه هذه الارض ديرهم مشي ديالنا وانه هما اللي خصون يكونوا تماما ونحن ما خصون نكون وهو اللي في النهاية خابت هاتش اللي ورات هاد هاد الحكومة هاتي جات ماشي جات تتقتل ولا هاتش هاد الحكومة الاخيرة جات يعني تستفز العموم المسلمين جات جات كتحقر كتحقر علينا يعني ذاك الشي الاخر اللي كانوا يديروا الاخرين والى اخره كان في واحد الحدود معينة هدي اللي جات جات عوالة على القوة كوسيلة وحيدة للتفاهم وبالخصوص من اللي يدخلوا معاهم هاداك ابن غفير اللي هو واحد الوقت كان اللي هو سليل الكهنة يعني هادا كهنة كان حبر ديلهم منظمة ارهابية ولا شخص ارهابي ما عرف ضالية منظمة ارهابية وجاو بالقوة يعني القوة وكي يقتلوا ويعملوا البصائب التي لم تكن معهودة بشكل ودخول للمسجد الاقصى والاخره انغيال التين مشينا للمنطق ديل تصاعدي ديل الاسرائيل غا تدير اللي بغات على رأسيها غا تاخد المسجد الاقصى ومشي غا تاخدوا باش نصلوا فيه احنا ويصلوا فيه هما لا غا تاخدوا باش تطيحوا تبني لهيك اللي الهان تهى الكلام هذا طبعا الحل ما عرفت ما عرفت وش كاتعقلوه لما كاتعقلوش على الحسن التاني الله يرحم اللي تكلم على الخميني في 83 قال لهم والحسن التاني كان كي يشوف بعيد قال لهم الخميني بغي بغي يوصل للمكة والمدينة وهديك الساعات اذا تجرأ على هذا سنعلن الجهاد وش عقلتي وعلى هذا الشي ولا ولا وقنت واقع متزدي سنعلن الجهاد قال سنعلن الجهاد يعني كأمة كأمة إسلامية قال بحال هذا القضايا جزء المرات بقى كنت ذكر أنا ومرة خرام اللي كانت الحرب في الزيير كان كي يقول لهم رأس السودان هو اللي مستهدف ولكن شكون ديك الساعات اللي غدي يميز الكلام دي اللي حسن التاني الله يرحم اللي هو كانوا كيوخدوا عليه اللي هو كان كيسان الزيير وأنتم ما كتشوفوا السودان فين وصلات بطبيعة الحال هاي جنوب السودان مشاول أنا هي مهددة يعني فحماس هي في النهاية غد نظر على كينا خمسة وسبحين سنة وعلى بنا غد نظر على المسائلة كلها هي في النهاية تصرفت تصرفا يعني أوقف هذه الموجة من الطغيان هذا هي الكلمة ربما لصالحاء من الطغيان على على الفلسطينيين وعلى الأمة العربية وعلى الأمة الإسلامية وما زلت أقول لكم وأكرر ماذا تعني فلسطين ماذا تعني فلسطين لا تعني شيئا فلسطين هي لبنان هي سوريا هي الأردن هي مصر هي المغرب هي الجزائر هي تونس هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو يعود يترسخ وهذا الشيء التي وقعت ما أولا نوقف لكل شيء ره من ناحية الشرعية بحل يوقع علينا مباشرة ثانيا ره هذا القضية ذلك يوقع علينا ره ما شيء بعيد اللي للمشوح تقدروا يعود يديروا نكباء أخرى ويعود يخرجوا الفلسطينيين وإلى آخر يوسف وشي الأردن وشي المصر وشي السورية وما العرفين فمتنوا لله ما قولوا لي على كل حال هما هما بالنسبة إليهم يعني إسرائيل هي دولة من من النيل إلى الفورات وتيقوا لك هاتشي عندهم مكتوب في التوراة فمتنوا لله وهاتشي يعني تيخرجوه دابا في الأمم المتحدة مش يحتبنتهم في الأمم المتحدة وإحنا إلينا قلت كلمات يقول لك تدخل السياسة في الدين تدخل الدين في السياسة إذن هذا هو هذا هو هاتشي اللي دارت حماس وجزاء الله خيرا والغريب مشيحنا ما كانوا واخدوش على حماس الأمة الإسلامية كلها مع حماس بغض نظار على بعض الشيوخ اللي ما فهموش إما رهما تيتكلموا تحت الإكراه إما رهما تيتكلموا تحت الفلوس إما الله علم بغض نظار على بعض الشيوخ من هذا القبيل عموم الأمة مع حماس ومع ما فعلت حماس مشي 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 متنهضرش على المدنيين باقي ما وصلتش للمدنيين عموم الأمة مع حماس ومع مفل مع مفل حماس ولكن يتخيل هذا لأننا ما كنتجي فينا لا لا رصاص لا قنب لا لا صاروخ لا 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 فسفور لا 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 قن لا التشح يتخيل مرة ذاك شي لا يتوقف طول نهر وطول الليل ولكن الغريب ما شه هو هذا الغريب هو أنه شعب غزة المكون من مليونين وبضعة ألف مئتي ألف أو ثلاثمئة ألف لم ينتقد على حماس ومس معنا ولا واحد ينتقد على حماس ويقول لك سيدي بوكليه أما كيف حدث io لو كانوا دي بوكليه أما كالرهم أما يغوطون ويحتجوا وتاي ف نصن با دي بوكليه أما سن سن دي جون اللي تيساندو يعني اللي تيساندو المنظم ديالهم وتيعتبروا أنهالشي اللي کیوقع رغم كل هذا يعني هو في النهاية لصالحه ولو أنه شوف من اللي تشوف بل اللي تشوف حفيدة هنيا بغض النظر على مؤخرا بما قتلوا من أسرته حوالي 11 شخصا مرة واحدة ثم حفيدة هنيا الطبيبة الجميلة الصغيرة التي كانت يعني تسير في سيارتها من مصلحة إلى مصلحة بدون شك قتلت فنتينو لك تعرف بللي هاد الناس يجددون يعني سلوك يعني الإسلام والمسلمين الأوائل فهذا الشعب هذا الشعب ديال الأبطال ديال العمالق أخوة ما تقولوا العماليق ماشي العماليق يعني بمعنى هذا ماشي أبناء العماليق هذا العمالقة وانا هاد الشي اللي بغيت اليوم ندروا الموضوع ديال الكلمة ديالي في عجالة طبية الحال يعني أنا دبال الإخوان كنعيش واحد المرحلة صعبة والإخوان ديال كمره هم ما كيعجبهمش تصريحات ديالي تيقول لك السيب الإله نتدى ببحن لهزيت الرأي البيضاء ولا هزيت الرأي البيضاء ولا ما نعرف شنو فنتينو لا أنا كي بلية والله أعلم أنه هاد الحرب من ناحية العملية تبدو على المدى البعيد مخصورة ولكن كين واحد الحاجة نشهد فيها كان نقول لله سبحانه وتعالى كي يقول يقول سبحانه وتعالى إن تنصروا الله ينصركم ويتبت أقدامكم وتيقول وما نصر إلا من عند الله هذا كلام كنت على نية أن أكتب كتيبا أجمع فيه ما ما اقتنعته أنه قوانين قرآنية بحل الرياضيات الرياضيات واحد يساوي جوج وآ أم بليك بي بي أم بي أم بليك نون هاد الشيء اللي تعلمنا في الرياضيات كان قوانين لأننا مؤمنين لأننا مؤمنون كان أمنوا بالكلام الله سبحانه وتعالى ما شي كلام هلامي أو صحي أو قابل للتأويل على غير الواضح والظاهر من كلامه لأنه سبحانه وتعالى يتحدث عن كتابه بالصغة يعني أنه مبين مبين بمعنى أنه يبين بوضوح وصراح فمن لي يقول لك الله سبحانه وتعالى إن تنصروا الله ينصركم ويتبت أقدامكم إذن مبقتش الهضراء إذا نصرت الله فعلا ولهذا أنا كان أعتقد من ليك توقع هزيمة عند المسلمين كما كانت الهزيمة من ليك ترجعك تقلبك تلقى أننا لم ننصر الله إما إجمالا وإما تفصيلا هاد الشيء اللي تنشوف دابا حيث ذاك الانتصار ديال تسعود أكتوبر تسعود والإسماء؟ ربما إيمانه ضعيف في الحقيقة وما زلت أرى الأمور على مصاراتها المادية كنت أتخيل أنه ربما 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 في الأيام التي تلت هذه الحادثة ديال سبعة أكتوبر يومين أو ثلاثة غير يكون الموضوع انتهى وبقيت كان حسب الأيام من لي وصلنا أسبوع تنفسته الصعداء قلت هادو اللي قدروا يصمدوا أسبوع هذا معجزة أنا غنقول لكم اليوم كل يومي يتأخر فيه انتصار إسرائيل على حماس هو معجزة أنا دبا بغي نقول لكم أنه إحنا يا دبا من اللي كان انتقدوا وكان غوتوا والعالم اللي كان انتقدوا كيغوت ما تنصرش حماس تيقول ليهود كتقتلوا المدنيين علاش كتقتلوه ما هو السبب تيقول لك المستشفى فيه تقب هذا تقب أنه كيدخلوا المدنيين كيدربوا المستشفى دخلوا قلبوه ما كيلا تقبله وغاله وتيقول لكم مخيم جبليا فيه رئيس من الرؤساء دي الحماس كي يضربوا مخيم جبليا كيقتلوه بعمية واحد ما كين لا رئيس لا جوج وهذا الرئيسي لكان في المتنين والله يعني شكو اللي عارفوا ما عارفوا تا واحده ما عطونا اشتاس مية دياله شكونا هو هاتسي هؤلاء لماذا يقتلون يعني يقتلون ليتحكموا في هذا الشعب وينقلونه من مكان الى مكان لكي يستفردوا بغزاء ويفعلون فيها ما بدا لهم هذه جريمة ضد الانسانية جينوسيد تولجوا كنت يديها وانا تساءل اين هو العقل الغربي ولو انه احنا قلت لكم كنا نسمعوه وحد العدد ديال الناس من كبار القوم من كبار القوم بدأوا ينتقدون ولو ولو يبدأون بايدانة حماس واتهامها بالارهاب وكل التهم ولكن في النهاية يصلون الى جاك اطالي اللي هو معروف هو يقال انه بالفرنسية يقول لهم كي سيتو يعني كمتقف ربما اكبر متقف كين في فرنسا تسمين ولكن مع ذلك ما زال يتمتع بمساندة شعبه لكي يفعل ما بدله وما زال يتمتع بمساندة الغرب لكي يفعل ما بدله على خلاف ما هي العادة العادة مليك ادخل الشعوب القادة ديال القادة دياليالغرب كي يتراجعو ده ما تراجعوش الى حد الان ما غير تراجعو الليلة اذا استحر القتل في بني اسرائيل او اذا اذا خرجت الشعوب بحركية اكبر وهذا لم يقع لحد الان. وفي انتظار ذلك رأى الاخوان ديالنا كي يعاني وفي الحقيقة انا كنت تستغرب هاد الشعب كيلا اشتاعي شهد جوج مليون ديال الناس ونصف رأى هدي بحل الساكنة ديال الرباط رأى يمكن الرباط ما فيجو جوج مليون نصف. رأى دولة هدي. فكيفاش عايشين هاد الناس والطائرات الله علم الله علم باز المغربة يقول لك باز هاد الشي اللي غان قولوا حتى احنا يا باز لهم. او خدامين وعايشين والاخره. بل كان فيهم قاعد اللي كي يجي يقول لنا اشياء مضحكة تيقول لك اودي احنا رغي قتله نادرة الاخرية. ما شاء الله. ما شاء الله. فانا بغي نقول اخوان اليوم. وصلت لواحد القناعة. قناعتي ان هاد هاد حماس يبدو انهم على الاقل في موضوع ابتغاء الشهادة في سبيل الله. اللي هو اعلى تضحية كتوقع في الانسان. حت كيمكن الانسان يضحي شوية بوقته. يضحي شوية بالمجهود يقرأ ويوجد ويكتب. يمكن له يضحي بالمال دياله واحد شوية في امتين الله. اه من منا ضحى بماله كله في سبيل اخوانه الفلسطينيين او غيرهم. يمكن ولكن باش يضحي بنفسه معنا انه انتهى كل شيء. اذا اعز ما يوجد في الدنيا هو وهذا هي النفس. هاد الناس ذو ضحوا بنفسهم. وكان ظن انه مش ضحوا بنفسهم. ضحوا بنفسهم وعندهم من من القوة في العلاقات قريب مما كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابه المخلصين والصادقين. وان لك فاشد شيء هذا توقع ولم تظهر فيهم خيانة ولم يظهر فيهم هادو ناس. لانه اه من طبيعي اه يعني يكون الاتصال مع هداه ولا مع هداه ولا العروض ولا ولا ولكن المؤسسة الحقيقية والمنظمة الحقيقية والحزب الحقيقي والدولة الحقيقية هي اللي الناس ديالها ما تيخبيوا على بعضياتهم محتاج حاجة. تيجيوا وتيشترحوا وتيطرحوا شنو كاين وتيتخذوا القرار جماعيا وكيلتزموا به. الا الا كانشي واحد خطأ بحال هداك الصحابي مع الاسف الشديد اللي خلصها لا يخبروا المشركين يعني اه في قضية نشيت الاسم ديالور اخونا ربماك يعرفوا وسيدنا علي هو اللي اكتشفى هو اللي يلقاه. تقول له اما تشفى بالحقيقة اما من نعريك ونقلك. كتعرفوا هذه القصة هذه كتعرفوها. ونزل في قوله تعالى قال لهم سيد مصر وسلم لعل الله طلع على اهل بدرين وكان قد شهد بدرا. فقال افعلوا ما شئتم فان الله قد غفر لكم. ما لم يعاقبه. فانا بغي نقول الاخوان ديالنا احنا اليوم خصنا نتحلى وان قلنا لكم بصراحة وبوضوح. خصنا ناخدوا الدرس من هاد حماس. احنا الحمد الله في بلدنا وبلدنا بلد مسلم بلد اسلامي. والملك ديالنا امير المؤمنين الحمد لله. احنا اليوم مشي ما 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 اربي خفف علينا لانه هدي غير غير قبل من قبل من قبل من تزادنا كانوا بقى الفرنسويين هنايا. اللي تزادت هنا ربنا عرفه ولي كان كيحكم. فاربعة وخمسين ربنا عرفه ولي كان كيحكم. الله خفف علينا. لو كان بغان ان تزادوا في عشرين ولا ثلاثين. قر علينا يعني مسؤوليته ترضي الاستعمار ومقاتلته ومع ما يفيد ذلك من قمع وارهاب وتعديب وذلك اللي داروا الفرنسويين في المغرب لا يتخيل. ذلك اللي داروا في الجزائر كتر كتر. نقول لكم كل صراحة. مش بحال. مش بحال واحد الارض دخلتي لها بالحماية. بحال الارض دخلتي لها مية واثنين وثلاثين عام. وانت فيها. ربما ربما انتم ما اتطلعتوا علشنو كانوا كيدروا في الجزائر ولا ما اتطلعتوش. ولكن يكفي انكم غير انهم كانوا كيقبطوا بنادم كيدفنوه في الارض وتيخليوا له الرس دياله يعني عريان وكيدروا عليه العسل وتيخليوا الانحل يجي يكل داك العسل ويقرصوها حتى يموت. هادي غير واحدة من الصور الجزائريذ اللي بقاتت في الدهنة من التعذيف ديال 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 الفرنسيين الجزائريين والمغرب حتى هو الناس اللي اللي الاس اللي قاومون الاستعمار عانوا والامرين ودكش اللي شافوه ما كيتخيل منوش. احنا الله ففعلين الحمد luله. يبدو ان عليما ان فنا ضعفا فخلينا غير مع مع هذة المخلوقات هذو فهم تنول يعني هذه المخلوقات الجديدة المتحركة ولكن هذا الشيء اللي نشوفه ولكن لماذا نشوفه الله أعلم بناه به رحنا أمة مستهدفة أمة العربية والإسلامية كلها مستهدفة ونحن كمغرب مستهدفون أكثر نقولها لكم نظرا لتاريخنا ونظرا لكوننا أمة أصيلة وعمرها أربعة عشر قرنا تقريبا على الأقل 12 القرن منذ مجيء المولى إدريس رحمه الله اليوم ولكوننا ولكوننا حبان الله سبحانه وتعالى بإبارة المؤمنين لكن نقول لكم نعود لكم باش ترسخ الدهن ديلكم وتفهموها وتستوعبوها مزيان لأن هذا الشيء هذا ما كانش عندنا سابقا أنا بقي نقول لكم كيف شهد القضية تبدل الرأي ديالي فيها لا موقف ديالي لأنه أنا كنت كان وحنار كان نقول للسيبا هذه الساعات كانوا الإخوان ديال علي الحسن نوضين قرب إلا على هذا القضية الإمارة المؤمنين وقلت للسيبا بعد ما بدلنا شوية توجه ديالنا وقررنا نعمله في إطار القانون وندمجه في المجتمع إلى آخره وصلنا لشي 88 ولا 87 ولا شي حاجة حتى تشيب دهم 82 قلت للسيبا قلت له السيبا هاد القضية ديال غتبقى وحاد القضية صعيبة بززاف قال لي شنا هي السعب لله قلت له إمارة المؤمنين كيف نديروا لي هاد قضية إمارة المؤمنين يعني باش نقلعوا بها الإخوان قال لي بالعكس السعب لله كنت عارف السيبا هذا عمارة رجل من الراسخين والله أعلم أعطاه الله في تقديري أعطاه الله الرسوخ في العلم مش يكرك يعرف كل شي باشي قاري البخاري ومسلم لا ولكن أعطاه الله الرسوخ في العلم قال لي بالعكس السعب لله قال لي علاش قال لي لأنه هدي غير هدي من الله إلينا انتي ما تحتاجيش تسبعي ديال أخت مجا عارف هذا شي بدون الشكل هذا تفضلي تفضلي كل فرصة باش تضحك انتي يا الأخت أمينان زيانة يا هذا الزمن فقل لي السيبا قال لي السيبا الإله قال لي هدي غير هدي من الله كيف شو سي قال لي يا دابا احنا دابا كوننا عنا إمارة المؤمنين الدولة ديالنا الرئيس ديالها الملك ديالها هو أمير المؤمنين هذا يعني غير هدي من الله لهذا الهدى لهذا التيار كله اللي كي اللي كي ينطلق من الإسلام وكذا لأخرين لماذا لأنه ما نحتاجوش نتكلمو على المشروعية ديال الإسلام يمكن لنا نطالبه بتطبيق ديال أمور منه طبعا هات الشي دابا حتى أنا كنت كان تقاسمو معاه وهات الشي هذا وقع لنا من اللي قرينا شو وقع في الشرق وباللي غير الإخوان ديال سوريا ليتبتوا في دستورهم لول قبل ما قبل أن يقضى عليهم ليتبتوا في دستورهم أن أن دين رئيس الدولة يجب أن يكون هو الإسلام دار واحد للمعركة لا تتخيل عاد باش قدويت بتوا هذه القضية دين رئيس الدولة دين رئيس الدولة ما شي دين الدولة أما إحنا دستور ديالنا كان يبدأ المملكة المغربية ودولة الإسلامية طبعا واحد الوقت كنا في الحقيقة دراري دراري وما كان ما كان ميزوش الكلام الأهمية دياله ومليك تقول لشي واحد شي حاجة كيف يضحكوا عليك الإخوان كانوا يضحكوا عليها جريدة الصحوة خرجات خرجات مقال كتردى لياك تقول المملكة المغربية ودولة إسلامية أفلا تبصروا قروا عودتني هذا المقال باش تعرفوا كيفاش كانت العقلية ديالنا كاملين واحد الوقت وتمنا أرض الله بنا واحدا واحدا حتى أرض الله وبالصحوة وبمكان يسيرها ولا كل شي كنت كلم لا إمارة المهندية وهذا الإمارة ديال المؤمنين من غرائب الظهر مشي أننا احنا فرحنا بها من بعد وبدنا كنشرحها الناس وهذا كشي الأقري وتقبلوه حتى العلمانيين توما فرحوا بها عليش لأنها في نفس الوقت يعني تقيم المشروعية ديال الدين كأصل في المغرب وتحمي الإسلاميين من العلمانيين وتحمي العلمانيين من الإسلاميين لأنه حتى العلمانيين في النهاية هم مسلمين ما لم يقول أحد منهم أنه ملحد وأنا بعدها ما زال ما بقيتش عقل على شي واحد في المغرب تقول أنا ملحد أنا ملحد ما بقيش عقل كان زعزاع الله يرحمه مسكين رامات كان يقول أنا جمهوري ولكن ما كان عقلش النوع كان يقول أنا ملحد زعزاع بشي زعزاع ديالنا هذاك ديالنا بقي حي هذاك تيقول غير أنا محامي فأخص الأمور زال ما تكون واضحة وضوح الشمس في الظاهرة الدور ديالنا اللي كان قوم به أنا زارني الأخ عصام البشير كتعرفوه ومن الكلام دياله اللي غنقول لكم اللي بقي تعقل عليه ججل حويزة وحدا غنقول للكم الخرمان نقول للكم أنه جات يقول لي يا ناس من كيران الخلاصة ديال الكلام اللي قال لي يبغينا كي يقول لي بالحركة الإسلامية خصى تستفد منكم انتوما حيث أنا كانت تكلم معا دايما على التجربة ديالنا في المغرب باعتبارنا حركة متواضعة وزا ما معنا ما نقول للآخرين قال لي الله بالعكس قال لي انتم ما خصصكم ده با هاتش ديالي كتقولوه حي تقالك ده با ولو كي ولو الإخوان كيتكلموا على الاستقرار وانا قلت لكم انه قلت له احنا يا عاملين شي عار الاصلاح في اطار الاستقرار وعارف عارف كل شي عارف تفاصيل بين الامور وهي انه خصنا ده با في المستقبل انا كان سمع الوضاح خنفر وتي عجبني بزال ولكن كان نقول هات الشي اللي تقول كيف السبيل اليه عاود غنب قوف المعركة بع الحكام المحكومين وعاود نرجع ونكرر المآسي ديال سيد قطر رحمه الله وديال هاتش كله ونتنازع على الدولة اذا تنازعنا على الدولة دهب كل شي نحن في حاجة الى التصالح في ما بيننا وفي اطار التصالح ننحو من حد ماش نقول لي عملاء لا ننحو من حد ديمقراطية وننحو من حد ترجع الشعوب لمكان ها والدعاة والعلماء وما يبقاش الخوف هادي مكننا نستفدو فيها من اسرائيل بكل صراحة لانهما ما عاطيا الحرية للناس دي لهم بو وصلتهم لعند بنغافير احنا ياخذنا ناخذوا الاحتياط احنا ما توصلناش لعنشي بنغافير ذي لنا كانت احنا لعنشي بنغافير ممكن يكون عندنا امتي ولا الله ولا شي داعيش ولا شي عجبك حل ولكن خصنات صالح كشعوب كشعوب بين حكامها ومحكومها واسلاميها وعلمانيها لاننا امة واحدة ولاننا مهددون الاخوان كنقولها لكم ونعود لكم وهذا الشهادة يقتضي باش واحد الفئة تكون كتصرف طلاقا من قوله تعالى ان تنصروا الله ينصركم اذا صلى الله تعالى سينصرنا ماشي كطائفة ماشي كجماعة ماشي كحركة ماشي كحزب ماشي كجمعية لا كأمة لاننا نقول لكم كل صراحة زعمائية لكننا سنكون غير حزب ديال 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 المجاملات والمناصب والمواقع والامتيازات والوجهة وهذا التخربيق والدزربيق هذا التخربيق والدزربيق انا نقول لكم احل القضية غير هني وانا نمشي فحالي دتوما قاعل تبشيوا يبقوا في هذا الحزن هديم انتا نقول لكم غير سيروا في حالكم بلما تبشيوا ارقلصوا اذا كنا سننصروا الله لبراح جات عندي مجموعة ديال الشباب كيسولوني قال لكم السعب تئلى من بعد للواحد وعشرين شم شا efic حاله شي كدا الشيك كدا الاخيرين قلت لهم اعطيتهم الميتال ديال 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 اللي كان نضربوها انو السباور كيربط ليس عقلش كون فينا صاحب الميتال قال لهم شي ناس كانوا يبنوا الجامع الشي وحدين تيبنوا الجامع باش تخلصوا وشي وحدين تيبنوا الجامع باش يجرهم الله ويتخلصوا وشي وحدين تيبنوا الجامع لله جاب الله شي وزرهم مبركم سعود نج polyval book قيل لهم الفلوس لا يجب إلهٰ فانتوما الى كنتي وكاتبني والجامع لله بقاوة احنا يا الى كنا حزب سياسي ديال لان خصك تكون حزب سياسي وتلتازم بالدين ماشي تدعو اليه فقط خصك يجب ان تدعو الى الدين ويجب ان تبنيه على الدين والدين الاخوان الدين راه هو اقوى قوة هنا في العالم وهالدين الاسلامي بالخصوص هو اقوى الادية فاللي بغير يتخلص لها القوى دي هو اللي يرده ولكن ماشي ولي الدين عملة لا ماشي عملة نبيعها او نشتري بها لا هي هو اصل نبني عليه ونعيش من اجله ونعيش به ونموت من اجله ان اقتضى الامر ويا لسعادة من يقتل في سبيل الله يعني في هذا الطريق انا كي بل يا الاخوانك كي بل يا الانتشمل الفجت ربما انا كنقول لكم هذا الكلام ولكن التاني نرى بنا دم كانت تغلب كل واحد اشتري يقول استعمل الالاء طول تعلينا كتر تعلينا المرجعية مثل المرجعية الاخرية انا هاتشي باش مآمن وهاتشي اللي كي بل يا الوحيد اللي يمكن يعطي نتيجة حقيقة وهاتشي اللي اشتدابة بعيني انا الناس هادوها الاخوان نرى كل نهار تتحققوا على ايديهم معجزة كل نهار كانت خيلنا الانسان الانسان ربما ضعيف في الايمان جدا 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 انه سيقضى عليهم واذا بهم يحققون انتصارات ويهزمون اقوى جيشين في العالم ويعني يعني يدمرون دباباتهم باجسادهم العارية واش هاداك اللي يخرج لابس تقريبا بيجاما فانتينو للا ومشاو حط قنبولة فوق مضرعة هاد دار فانتينو للا ولا كبر من هاد دار فانتينو للا ومشاو ضربها وفرقعها وربما رجعين عاسب حالتي يقولوا عليه فشي 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 مسائل مضحكة هكذا يعني هادا 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 واش بقي طمع في الدنيا شكيشوف شنو كيشوف قدامه كيشوف قدامه الموت ومبعد الموت الجنة ان شاء الله وراء الموت لا مفر منها وخان بقوا قلسين في هذا المغرب يعني مخبين هنا يبحل بحل 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 فللس الف عام ولكن الموت غن موتوا املي غن موتوا معنا ما فين غن مشيوا يا اما الجنة يا اما النار ولا بغيتيوا الجنة خصكم يجيبوا يجيبوا ان سنصروا الله ونصروا الله ليس هو ان تذهب الى القتال هاداك نصر من هاداك نصر تنصر الله ولكن نصر الله معركة يومية مع انفسنا مع دوتنا لكي نكون في الاستقامة المطلوبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته